الوسط الرياضي العالمي كله في حالة انقسام وده بسبب صفقة انتقال محمد صلاح للتحاد جدة السعودي شوية نسمع انها مجرد ايام او ساعات قليلة ونشوف المو بقاميس نادي اتحاد جدة وشوية نلاقي معلومات تانية خالص بتقول ان صلاح مكمل في الانفلد لكن بعيدا عن انتقال محمد صلاح للسعودية من عدمه لازم نعرف ان الموضوع ده كله مالوش غير كلمة سر واحدة بس وهي الراجل الاوفى في حياة الاجيبشن كينج ودليله الاول والاخير في رحلته الاحترافية رامي عباس صديقه المقرب ووكيله في الحقيقة ان اي لعب محترف كبير محتاج واحد اكتر احترافية يدر له اموره على المستوى الاحترافي وده اللي بيساهم في نجاح مسرته بشكل كبير طبعا شفنا كلنا لعيبة مصريين كتير اصحاب موهبة ويمكن يكونوا اعلى كمان من محمد صلاح لكن ما كانش معاهم عقلية زي عقلية رامي عباس اللي يعتبر صاحب الفضل في انه يخلي صلاح مش مجرد لعب كرة ده خليه علامة تجارية وايكونة بشرية متحركة تعالى بقى اما احكي لك قصة رامي عباس من البداية للنهاية رامي عباس عيسى محامي كلومبي من اصول لبنانية درس المحاماة في واحدة من اهم جامعات العالم وهي جامعة لاستر الانجليزية رامي مش مجرد وكيل لعيبة والسلام لا ده محامي دولي لاندية كبيرة جدا زي روما الايطالي ونادي فلمانجو البرازيلي وغير كده هو ليه اعمال تجارية منفصلة فده خلاه يجمع ما بين خبرات السوق والاعمال القانونية اقل حاجة ممكن نقولها عن رامي عباس انه تعلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وده لانه في لقاء صحفي قبل كده قال انه مش وكيل لعيبة وكيل اللعيبة ده حاجة تانية يعني مثلا بتلاقي معاه 30 او 40 لعيب على الاقل وبكده مش هيقدر يقسم وقته ما بينهم ممكن يجي على لاعب على حساب التاني انما هو حاجة تانية وفعلا مش هتلاقي رامي عباس وكيل بالمعنى الحرفي لا هو محام كبير وعنده 5-6 لعيبة بالكتير بيشتغل معاهم منهم الكولومبي كوادورادو لكن طبعا ابرزهم محمد صلاح اما عن صفقة اتحاد جدة بحسب تقارير صحفية اوروبية وخالجية قالت ان رامي عباس هو الرجل الاول لصفقة صلاح بعد المفاوضات اللي جمعته مع مسؤولي اتحاد جدة واللي قدر يطلع بيها لصلاح بامتيازات خيالية سواء على مستوى العقد او مستوى مبلغ شراؤه من ليفر بول او المستوى الشخصي والتسويقي مش بس كده لأ ده كمان قدر يخلي صلاح افضل من كريستيانو ونيمار في امتيازات تانية طبعا ده في حال تمت صفقة انتقاله لدوري روشن السعودي رامي عباس قدر كمان انه يمهي الدخول المو من اوسع ابواب التاريخ الرياضي وده لانه هيكون اللاعب الاعلى اجرا في تاريخ السعودية بل من الممكن في العالم كله وده طبعا هيضاف للارقام القياسية لمحمد صلاح وده يخلينا نتقل ان ورا كل بيزنس ناجح محامي شاطر